لما جيه الرئيس مبارك يشيل أبو غزالة قلتوا الرجل ده بنتحر ده أبو غزالة له شعبية كبيرة جدا هيميلها ازاي قال لي لا انت مش عارف مصر قال لي اللي حيعد على الكرسي وحيعلن انه القائد العام للخوات المسلح وحياخد اول تعظيمين انتهى الموضوع هو أبو غزالة مشي ليه أبو غزالة كان يمثل منافسا قويا للنظام كان بعظ مبارك تعظيم جندي لقائد نزل الشرع ورجع تاني ونزل الشرع وجيتها النمع بقى محبوب من أمريكا جدا بيتكلم إنجليزي بشكل رفيع ملفت قدام الأجانب أنا مرة حضرت له مع جورج بوش كان نائب جورج بوش الأب كان نائب يا أمريكا وكنت عندنا جانب أسامة الباز وده رئيس الوفد وده رئيس الوفد من أسات بعض عمل اكسبوزي للموقف الاستراتيجي في المنطقة بالإنجليزي كتبت لأسامة الباز ما هذا قال لي عشان تعرف